السلام عليكم لبنات اهلا وسهلا كديرين الغزالة ديولي لابس عليكم كل شي بخير امركم لابس مميماتي الغاليات اشكا تعودوا كديرين مع الصحيحة كل شي بخير اتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا بصحة والسلامة وطول العمر الغزالة ديالي فيديو جديد معاكم وروتين جديد كيف العادة اتمنى ان شاء الله يعجبكم وما تبخلوش عليها الله يجازيكم بالخير من اللايكات ديالكم والكومنترات الفني اللي تخليوا لي الله يجازيكم بالخير تعاونوا معي الله يحفظكم ليها والله يخلي لكم ولداتكم واصلحهم لكم يا ربي ونجحهم لكم واللي بغاش يدرية صالحة الله يرزقك اختي ويحقق لك لأمية ديالك وترزقي ان شاء الله بالوليدات والهراري اختي والدراري الله يسهل عليك حبيبتي ان شاء الله في قريب العاجل احنا كندعا وكندرو السبب وربي هو اللي عالم هاتش الي كان الغزالة ديالي الله يرزق كل محرومة يا ربي الله يرزقها والله يسهل لجميع الوليدات الله يعاونهم ومتيحانة ديالهم الله يعاون الجامع يا ربي البنيتات الوليدات كامنين اللي عندو شي متيحان الله يعاون والله يعاونكم على الحفاظة يربي حليكم عقلكم ان شاء الله وان شاء الله كل شي ان شاء الله تفهموا لي يا ربياتي اللي كان كانت دعا معاكم من القلب ديالي الله يسهل عليكم اللي كتشاهدني شي بنت هكذا تبارك الله را كيتشاهدوني والله الى بنيتات 13 عام كيتفرجوا فيها من 13 كعتك واحد استوديوتيوب كعتك واحد العمر بان الوليدات يعني يعني كيني البنيات وحالك دا كيشاهدوك يعني الاعمار كيحطين الاعمار ديال من 13 عام من 18 من 18 العشرين من مهم بحلقة دان الناس الكبارين 56 عام مهم سحية لكم كامنين والله يحفظكم والله يخلي لكم وليداتكم والله يصلحهم لكم ونجحهم لكم يا ربي العالمين انا بدا وديمه على الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الي واصحابي اجمعين رغزانة دياولي اه نتمنى ان شاء الله اعجبكم الفيديو و ما تنسوا انيش من لايكات عافككم والبقطاجة هاكذا الفيديو الله يسهل عليكم المشاهده طاحت عندي اللي يجزيكم بالخير انا ما كان بغيش نبخيلي عليكم كان بغيش نبخيل عليكم انا بغيش نبخيلي كون بالطاقة والحماس محطة لكم فيديوهات يكونوا زيونين ويعجبوكم هاته التي كانت اخذاني لي هنا طويت معكم الحويجات ومعنا البنات صبقتهم ومولوين حيتهم علي صافي ومططت هكذا الكوزينة جمعت هكذا ومعنا جمعت هكذا الحويجات حيتهم طويتهم فقط هكذا بكري قلت اجي اجي كان محدة كذا البنات معي يصوروني حيث عندي ذلك حيث نصور بها شوية هكذا عالية خصني كنت ادير حويجات البيت النعاس ونوقف وانا مقادراش هكذا نوقف وقلت ان اكيع جبنين طويتهم هنا قاسة البنات وقلت البنت يعنتي شدت عليها هكذا وصافي وطويتهم البنات وجمعت مهم هنا باقي ما جمعت شمعكم الدار هنا غير طويت الحويج رجعتهم البلايس هم قديت الماريو غير ما صورتوش ليكم قديت الحويجة الداروري انا كنلقى الحويجات هكذا ترونوني انا كنت تروني انا كنت تروني اصافي البنات وحطيت البنات للفطر في الطراب بعد دخلتها الكوزينة قرصتها الخبز نصبتها الغذيوة معاكم ونغسلها المميعنات ونتمنى ان شاء الله نكون نحفزكم يا اختي نعطيكم الطاقة والحماس وشوف الفيديو ديالي وتنوط كيف انا كنت وشوف الفيديو فيه روتيني يعني زوين يعجبني انا من عشق الروتينة لبنات اصبح الله كنت تروني اختك ذات روتيني يعني زوين يعجبك كنت تحياد من الطاقة السيدوية تكوني ما قادراش تنوطي شيء حاجة على دارو واحد النار كانت عقزة وهذا ما كانت الغذيوة هنا نصبت معاكم الغذيوة هنا قدرت البنات غير الدجاج قدرت البصيلة قدرت العطرية قدرت سكين جبال خرقهم قدرت المليحة قدرت العطرية قدرت الكثير فهنا يوجد الربيع وكان شحر وكانت أخير الصغرية هذا القطير انه يختارك ويختارها يختارها والغذيوة هنا قدرت قدرت بالغذيوة ومن حاجة اتمنى ان شاء الله هكذا الفيديو راه طويل اتمنى ان شاء الله هكذا تغيري تشافر ايه انا صافي قطعت كي قلت لكم البطاطا سنضغي البطاطا و اجلبانهما اللي عندي صافي و سنصدع للكوكوتة البنات و نخليها كده تصفر نقاس على شوية العافلة لعنا باقي الوقس صافي البنات و هنا حيث هنا بناتي كانوا داخلين مع الجوج ايوه صافي البنات صافي البنات كي قلت لكم الوالله ما بقيت عقلت و هاي كانوا داخلين مع الجوج و ليما كانت عقلتها البنات ايوه هاي لو كانت غزالات ديالي فيديو زوي و ان شاء الله يحفزكم باقي ويدرلق ووعتككم شوية طاقة اختي هنا كي قلت لكم غسلت المعنات و هوهي و سنتمسحكوذينا ونخرج ان شاء الله نجمع معاكم المراحة ان شاء الله ولي ما جمعتها شرا أنا معاكم و البنات هذا روتين البنات ديال نهار ديالوى نهار سبسا الغزالات ديالي يعني روتين ديال اليووكند السبت و لحد البنات يعني رأيكم ما عارفين غزلة ديال penny سيسهل عليكم صافي كنت حطيتها لالبنات الفيديو ديال نهار الجمعة كنت حطيتو هكذا مع الطلم ما حطيتوش قصان حطول لكم نهار السبت ما سأليتش هكذا باش من المنطي ايوا هاد اول نهار ديال لي كيف داز عندي كنت قلت لكم رأى مشيت عند مشيت يعني خرجت لي واحد الخريجة هكذا ما كانتش علبا لي ما فرسيش حتي علمتني هكذا جارتي مرحلة تحديث عن البرنامج لأن هذه النهر تحديث عن الهمام ستجد البنات للحمام و ستغدى و ستجد البنات لحمام و مهم جمعت الظهر و هذه الأمر و المهم المهم جاءت عندي جائزي قلت لي سندخلها عند جائزي و نحتاجها عند جائزي كانت ولدتها بنات و كانت جاءتها من الداخل و جمعوا جيرا سندخلها أدخلوا عندهم ، فقط تأكيد لا يوجد مشكلة و قمت بتقلب أختي البرنامج لقد مستمتعت معكم الفيديو و قلت لا يوجد مشكلة نضع لكم إن شاء الله يكون مكتابة سوف تضع هذا الفيديو هذا ما سوف نقوم بمنتك و أعاوني هنا في صافرة و كانت تجمع لي في المريح و جئت صافرة في صافرة بأخذ سوف نصوره مع البنات سوف قتل أختي كان قلت به قتلت أختي صافي قلت لأختي سجي بيحثي قتلت ؟ هنا هنا زمانت يتلقى مذهلة على صحيح أخير و بالدناس تضحكوني يخافون بصرق الزيت المهم و بالدناس يتعب التاني و يضعوا بصرق الزيت و أردت حيث يتعبوا بصرق الزيت و أحدهم قيمت بصرق الزيت و لا أحدهم معي و صبح الله و الواحد رائحة خيبة والدناس خيبة و يصرق الزيت و يقول لها انها ازدق الزيت و أخبرت خلوصها و يجب ان اصدقها ويحفظهم لكم وصافي هنا جمعت معكم كي قلت لكم المريح صافي الدره مجموعة بيت نعاس مجموع سالون حتى ومجموع لا يمكنك أن ندل معكم فيديو ويكون طويل عاود بثاف أدرا فيني 19 دقيقة نتمنى ان شاء الله يكون أعجبكم ونحن اختراني كان سيق هذا هو النوتين جالي نتمنى ان شاء الله أختي يعجبك ومتبخريش أختي على أختك باللايكات والله يسهل عليك والله يحفظك ومكينش أختي محسن هاددعي وهادي أختي كتدخلي مكدرش لي اللايك أو كتب يعني تشوفي لي مشاهدة كاملة والله اختي لها أنا بعد دارها شي بنت كتعجبني لقاها كتدعي والله اختي لها نشكرها من القلب لي والله البنات الله يجزيكم بالخير دروا لي اللايكات بشكل الفيديو كيتهز لأن المشاهدة ناقصة طاحوا عندي هكدا المشاهدة ناقصة البنات اللي سهلة لكم والله يحفظ لكم الونيدات ديالكم ويحفظ لكم العائلة ديالكم يختي دهلي واحد اللايك وبرتاجيني عندك الواتساب عندك فيسبوك عندك اختي أي موقع التواصل الاجتماعي اختي بارتاجيني نوحي عندك اختي الصديقة لا تكون لديك الواتساب بارتاجيني اختي مع احبابك يلا كنت اعجبتك وما كنت اختي اعجبتك ما عادش نزير عليك وهاتش اللي كان تحيا الناس كاملين تحيا الناس الجزائر تحيا الناس التوانسة تحيا الناس المصريين جالية المغربية ديالنا تحيا المغاربة ديالنا يختي من طانجة القويرة اللي يحفظكم لي والله يخليكم لي والله يسهل على المتتبعات ديالي اللي يساندوني ولي يتبعوني ويحماقوا على الفيديوهات دياله وكيتسناوا في العشق الله يسهل عليكم تحيا كاملة البنات الله يحفظكم لي جميع البنات لا تريد اتجبت اسم و تقلق مني و لا تقول اي دراجة غير اللي بغايت لا تريد اتجبتك غزالات و غاليات على قلبي تحيا اتجبتك و تتعاون معي ربي يسهل عليك و يصير لك الامر صافي هنا احطيت الغذيوه هنا انا كنت صواج كان حطوه ذاك شيء ولكن بنتي كان دات لي واحد البلاس اخرى بلاس اخرى و ما تقبلش لي في المونتج ما كيتقبلش خاص بلاس خاص بالفيديو مشات لي واحد الكلمات اخرين كتابوك يكون في فيديو ولكن ما كيتقبلش في المونتج كي بغاية فيديو يعني اسمية فيديو هذي الغذيوه التي جاءت غزالة كزيتون من الفوق صافي حتيت خبيج جاب راجلي هكدر مرادة ايو صافي اللهم اديمها نعمة و احفظها من الزاوال صافي هنا اختي غاية و ان شاء الله نرتاح غير واحد شوية هكدا كان راجلي هكدا بغي نعسو يرتاح ايو صافي عاد اديكم معي اختي عن تجارتي دست واحد العشية زوينة زوينة تعرفت عليك على بنات صراحة زوينين اللي يتعرفوني ان مرحبا بكم مرحبا بكم ايو الله وتعرفوني عندي الانت أنا تعرفوني عندي الانت قنات عشم و كنت مجمعها كم عاجلتي وش بدت يعلك ايو انا مشينا عند متجارتي هنا حداي رغير في الصف كانت في الباركينة في نساكنة كانت ولدات وكانت أختي على سلامك والله يحفظ لك العزري والله يخليه لك وان شاء الله تشوفي كيف بغيتي والله يحفظ لك ولداتك ويخليهم لك يا ربي تمنى يفيهم ذاك شيء اللي بغيتي وعلى سلامك مني ينتفكيتي على خير وبخير ومبروك عليك الوليات يحفظوا لك يا ربي وينجيه لك وتشوفي كيف بغيتي ان شاء الله لايصر لك الوليدات كاملين كاملين يا ربي صافي هنا يا تبارك الله الخير مدفك تبارك الله هالبغرير هالبسم منها الحلاوي الكيكة تبارك الله والله يدنسوا واحد العشي زوينة زوينة والله قلت لكم البلانسة القطفيقين ما كتعرفيش راسك من غادية هذا هو النهار اللي قلت لكم اختيت قلب لي كتكوني نايدة اه يعني مخاطة واحد يعني شغل تديري فهذا النهار شغل تديري شغل تديري اول مهم كيكولك في الممش شكل الله انا ما عنديش مع الامثيلة قبلوا عليها اختي غالي قلتها قبلوها عليها مهم دس نهار زوينة عشية زوينة مع الجيراني مع الصديقات دي الجارتي دس عشية زوينة زوينة بزاف الله يكمل عليها بالخير والله يحفظ لها وليدها ووليداتها كاملين ويخليهم لها هاتش لك من تحية واحد الاختر دخلات عندي شدت القانات عندي من من عندها اعطيتها القانات دخلات عندي نهاد نهاد مرحبا بك يا حبيبتي سميتك قريبا سميتي مرحبا بك و الف مرحبا لما كنت تعرف اسميتها غير قاتلية سوف ندخل عندك ونخليك كومنتين نقول لك انا اتلاقيت عند جارتك هكا بالسبوع مرحبا بك يا حبيبتي و الف مرحبا لك انتي تصنطي الفيديو ديالي مرحبا بك و الف مرحبا نورتي اختي القانات ديالي انتمنى ان شاء الله قد تكون عجباتك و تعرفت بك و انتمنى ان شاء الله يخلي لك العائلة دياليك و لعندك شو وليدة يخليهم لك تحية لك هي من بن سليمان تحية الختينو هاد تحية لك و شكرا عن التعليق ديالك وهذا الشي اللي ليس سهل اي بنتك دا ليس سهل عليكم كاملين سوف يجيت البنات هنا يرقيت راجل جابلي الحوت و او اضطي كسكروت او اضطيك و او اضطيك و هناك أرقيت راجل هناك معنا و او اضطيك و اضطيك اهضطيك مرنة مرنة الكبيرة سوف تراهي سوف نقوم بتطريقة تطريقة و نقوم بتطريقة الشوكرة و نقوم بتطريقة كيف نقوم بتطريقة و نضيفها سوف نضيف بنات البيض و ملحة و الخل و خرقم كذلك يضيفون الحوت والطريقة سوف يجربون البنج و يجربون بيضاء و تقولوا الحوت كيف يأتي مع البيضاء هذه الميرنة سوف أكلها إسبانية البنج سوف يمكن أن نقوم بتقريبها لأنه يجب أن نشاهد بابا هو الذي يقوم بتقريبها كان يقوم بتقريبها بابا و كان يخرجوا 1-3 أو 4 شهر في خدمة لهم هو الذي كان ورناها الطريقة هذه و ليس طريقة بحل الصول الصول و كيف الميرنة مهم هنا يجربون بيضاء مليحة سوف نقوم بتقريب بيضاء البنج و سوف نقوم بتقريبهم على الميرنة الميرنة كبيرة و أخذتها الصغيرة و أخذتها غير شوية البزار و شوية الملحة و خل صافي و أقليها و أخذتها كبيرة و أخذتها طريقة و تفكريني إلى معزباتك بعد أن البنات تقولوا الحوت مع البيض لا يجيش الا الحم يكون بيض و الحم البيض يجي معها البيض بحل الكلامان صول و فهمتوا البنات يجب أن يجب أن يترقد و أخذتها و أخذت على أيها الأن قربت بيض و لا يشرب مبينة و يجب أن يتحمر و يتحمر هذه كانت من الأشعر و شاركتها معكم و أتمنى أن شاء الله على أعجبكم و شاركت معكم من الصباح إلى المصل و نتمنى أن شاء الله و أكونوا على الاعجبكم و أتمنى أن تكونوا تحية لكم كامل الناس الذين يدخلوا عندي يدروا اللايكات شكرا لكم و الناس الذين لا يعرفون ما يكتبون انا عاد رأيهم ولكن اختيارك انتك تعرفين اكتبيني اذا اختيارك القليب لان الكومنتر سوف يشجعي البنات هذا الشيء اللي سوف نجو احد المتسبعة لي ممكن سكن حدايا هنا في الداخلة الكون ديال اسميته واما واما شي حاجة بحال هكذا ممي اغت تعرفني كنت اكتب معكم هذيك العيبة ديال الضغبة البنات كانت قلت لي واش مكتدرش واش مكتدرش واش مكتحسيش بها اختي مكتحسيش بها ماشي بحال الصيغ وماشي بحال يعني الخيط مكتت المي متاشي حاجة اغزائي لغير شارجيها كالتشارجة اخودي اللي كالتشارجة رهزو مينا اواد الشيء اللي كان مهم سبحانيا هنا قلت هذه الميرنه هذي قلت ليها سميذة لا قلت ليها الفينو البنات إذا عندكم الفينو ديروا ليها الفينو راكت تجيب هكذا الحوت من قرمل سافي هنا را بديت كرقلي معاكم البلات او سافي لانجاب المتسبعة ديالي امو اغزائي خوديها انا اخذتها من هنا من حدام الماكياج مقابل مع مقابل مع مع الجامع هندي البيعه اه ما عرفتش اسميه ديال المو المحل هاد المرأة نقول لغتي حيث تختي ساكنه فوقه قلت يجيب لي اسميه دياله او نعطيك اسميه ديال المحل دياله باش تجيليه نيشا الى كنت يساكنه في الدخله راه هو مقابل مع الجامع ديال البيعه مقابل معه هاد شي اللي كان البرصه في كي يكون السوق بزاف وهذا مهم راه تمه قلت يجيب لك اسميه دياله ان شاء الله حيث انا ما صورتش عنده حشمت وصراحه ما صورتش عنده البنات كان حشمت صراحه محل ومقا نصور هو ما غادي يقول لي حتى شي حاجه ولكن ما صورتش شخصيه اللي كان اه غادي نجيب لك اسميه المحل دياله باش تجيل عنده نيشان هكذا اي وقت انتمنى ان شاء الله هكذا نكون فتك شوية تحياليك حبيبتي مرحبا بيك والف مرحبا شكرا ان اختيع للمشاهدة ديالك شكرا على الكم وطيرات زوين ايضا اعجب لك اسميه محلو مرحبا بيك والف مرحبا يخلي ليك اختيو ولداتك هادي هي العشيوه هادي هي العشيوه ديالي ان شاء الله هكذا تكون اعجباتكم صافي قليت كي قلت لكم الميرنال الدنجال الففلة يختينا من العشاق القليه يختيب معاش حال هذه بنيت ما مدرنجو على الاوكلة صافي انتمنى ان شاء الله هكذا تكون اعجباتكم وتكون ان شاء الله لاجبتوا الميرنال اعجبكم ان شاء الله يسالي الفيديو ديالي ونقول لكم بسلام عليكم ونجيكم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد وما تنسوني اجمل لايكات اللي يجزيكم بالخير والباغتاج اللي يحفظكم اليام ان شاء الله يعجبكم النهار ديالي كيف داز السلام عليكم